وفي هذا الإطار ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تمكين القارة الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا كما أكد رئيس السيسي أن تجاوز القارة الإفريقية للآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا يصب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من آثار هذه الجائحة مشيرا إلى أن مصر تعمل حاليا على إنتاج لقاحات كورونا سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها لدول الإفريقية الشقيقة استنادا للبنية التحتية الطبية والتصنيعية ثمن الجهد الذي بذلتهم منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة وهو ما يصب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من آثار الجائحة أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية الشقيقة استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم موسيقى